موسيقى النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية المناصير للزيوت والمحروقات مجمع الملك الحسين للأعمال متابعينا الكرام في الأردن أسعد الله وأوقاتكم بكل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي سنتحدث بها عن المحاور التالية سنتحدث في هذه النشرة عن استمرار الأجواء المستقرة بشكل عام في المملكة الأمر الآخر نشاط متوقع للرياح الجنوبية الشرقية مرة أخرى يومي تقريبا تحديدا اثنين والثلاثاء على وجه تحيير سنتحدث أيضا في هذه النشرة عن توقعات الشهرية لشهر كانون ثاني يناير لهذا العام نبدأ هذه النشرة الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود تشكيلات من السحب والغيوم المتوسطة والعالية في أغلبها تعبر سماء المملكة هذه السحب والغيوم أغلبها هي من النوع غير الممطر وتعبر أجواء المملكة خلال ساعات نور هذا اليوم وخلال ساعات الليلة القاضمة خراءة الضغط الجوي التي يمكن معرفة من خلالها توقعات الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين تشير إلى النظام السائد وهذه الخطوط تعني هبوب للرياح الجنوبية الشرقية ذلك بسبب وجود مرتفع جوي إلى الشمال من الأراضي العراقية واستمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية باتجاه المملكة على مدار الثلاثة أيام القادمة بحيث لا يطبق أن يكون أي تغيير هام على الأحوال الجوية كما نلاحظ خلال هذه الأيام أبقى الأجواء مستقرة واستمرار على ذات الأجواء ونشاط أحيانا لبعض الرياح الجنوبية الشرقية هذا ما تعكس توقعات الثلاثة أيام القادمة كما تلاحظون درجات الحارة تترابح في ساعات النهار ما بين 17 إلى 16 درجة موية ظهور لبعض السحب والغيوم ودرجات الحارة الصغيرة ارتفعت بشكل مرفوض 9 درجات موية هناك كما نلاحظنا نشاط في سرعة الرياح يوم الاثنين وحتى ربما يوم الثلاثة نشاط هذه الرياح يأمن على زيادة الإحساس مبهود أكثر مما هو مقروع على درجات حارة الموازين درجة حارة الملموسة ستتنخفض فربما تكون في درجة حارة العصن عما مثلا عظمى يوم ألفين عسيون تقريبا 17 درجة موية لكن تكون درجة حارة الملموسة تهبط أحيانا إلى حوالي 10 درجات أو 11 درجة موية في ساعات النهار طبعا صدرت توقعاتنا الجوية لشهر يناير كانون ثاني لهذا العام الجديد التي تشير بأن هناك توقعات بارتفاع درجات حارة بشكل كبير كما تلاحظون وموجة الدفع متوقعة في الأسبوعين الأول والثاني من هذا الشهر حيث متوقع أن تتأثر المملكة بحالة من الانحباس المطري والأجواء المستقرة والجافة ودرجات الحارة التي قد ترتفع كثيرا عن معدلات خاصة بداية أو منتصف الأسبوع الثاني لكن مع اقترابنا من المتصف هذا الشهر توجد مؤشرات على عودة فصل الشتاء كما عرفنا وكما هم عهود هناك انخفاض كبيرة على درجات حارة بعيد المتصف الشهر خاصة مع الأسبوع الثالث هذه طبعا فرص الأمطار توقع أن ترتفع بشكل ملحوظ خاصة مع الأسبوع الثالث وتعود مرة أخرى الأجواء الشتوية على المملكة الجديدة وتستمر الأجواء بشكل طبيعي تقريبا حتى نهاية هذا الشهر مع درجات حارة تصبح في ذات الوقت حول المعدلات مع فرص الأمطار تكون دون المعدلات في الأسبوع الثالث ولكنها تكون أعلى بكثير من المعدلات المعتادة في الأسبوعين الأوليين من هذا الشهر طبعا المزيد من التفاصيل المتوسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق ولكن رسالة هامة للإخوة المزارعين بضرورة الاعتماد على رأي المزروعات وبعدم انتظار الأمطار في هذه الفترة والانتباه من ارتفاع درجات الحارة الكبيرة المتوقعة بمشيط الله تعالى في بدايات هذا الشهر حيث يتوقع أن تتأثر المملكة بموجة دفئ تستمر على الأقل للعشرة أيام القادمة هذا ككم علينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم بخير إلى اللقاء موسيقى